اشتركوا في القناة على ما هي مؤاخذاتي على الطريقة حاجة اخرى نحب نبدأ بها وهي ربما من تبعات هذه الطريقة اللي يقاعة توخيها نحب نستنكر تول مواطنة توسي محق وربشير في القوانين كيف تظهر اللي هي قوانين مستة وخاصة إذا كان فيها استتباعات مالية في بلاد منهكة ومرهقة وعلى شفاء الافلاس كما يقول البعض ويعني وسواء كان وقع الصرف ولا موقعش كي تبدأ هذا هو المشغل متاع المجلس تأسيسي الناس تشوفها حاجة لا تنظروا إليها بعين الرضا عد بعض الناس هذوما صاروا حتى يستهزقوا ويستهتروا بالنضال وانا ضدها الشعارات تقدرش كيلو نضال النضال ما يتقدرش لا بالكيلوات ولا بالترانط ولا بمال الدنيا كل النضال وقفة عز ولكن هالتصرفات هذية غير المحسوبة وهالأمور اللي على غير أصولها وفي غير وقتها هي اللي خلات الناس حسيتني حتى سمعة النضال تشوهت لأنه موقعش تقديم يقال مسألة كبيرة هذة لازمها أندبة لازمها تتقدم للرأي العام والرأي العام ما كانش مهيئة فما شكون حتى طالب بالاستفتاء وهذا بش نرجعوله بعد شوية ما نعرف شو كنت ولكن يعني هذية معناها نقاش كبير وعلى خطر بش يتوضح للناس شكونوا ما دون ما ساعرفهم بيه وشكونوا لي بش يستنفع وشكون لي الدرر وهذا اللي يجبنا نسألوه القانون عدينا الانتقالية مع أنت اللي تم تزيده هو المصادقة عليه مؤخرا ووحده بتوافقه مبدأ شكرا